بصوا أنا أعتقد أنه كل المصريين في الوجود عندهم إحساس بأنه رمضان في الأولى حاجة تانية أصل الأولى بالنسبة لنا جميعا هي التلفزيون يعني يقولك هنفتح التلفزيون في رمضان يعني القناة الأولى يعني هنشوف المسلسل طول عمرنا كده هنشوف الفوزير هنشوف عم فؤاد هنشوف برامج جديدة فيها منوعات أو مسابقات تاريخنا كده طول الوقت إحنا في القناة الأولى في شهر رمضان دايما كنت تلاقي رمضان على القناة الأولى طعم تاني وطعم مختلف وممتلئ دائما بالبهجة والتنوع يعني أنا عايز أحكي لكم شوية على رمضان عندنا في القناة الأولى عمل إزاي إحنا رمضان عندنا في القناة الأولى في كل ما تريده النفس التواقى للمشاهدة يعني مثلا عايز برامج تعالي نوصفها بأنها البرامج الدينية أو البرامج الروحية والمتميزة جدا هتلاقي بقى برنامج فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب طبعا شيخ الأزهر الشريف هتلاقي برنامج نور الدين ده اسم البرنامج لمولانا فضيلة العلامة الدكتور علي جمع هتلاقي برنامج لمولانا فضيلة الشيخ الشعراوي وبالمناسبة مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي تبدأ تكتشف كل يوم وكل شهر بيعدي عليك وكل سنة بتعدي عليك أن هذا الرجل رحمة الله عليه عبقري بكل ما يمكن لأي كلمة أن تصف عبقرية فزة في رؤيته في فلسفته في تفسيره في خفة ظله اللي الكل بيشهد بيها في كرم أخلاقه في تواضعه الجم مع الكل تشوف برنامج مولانا الشيخ الشعراوي أو برامجه عموما وحلقاته اللي تظل دايما محفورة في الزاكرة وهو بيتكلم مع الناس وبيكلم معاهم وبيناقشهم وبياخد منهم وبيرد عليهم وبيساعدهم على التفسير وعلى الفهم مولانا الشيخ الشعراوي المناسبة علشان كده هو عايش معنا الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراء زي ما اخواننا دايما في الخليج يقوله والله أنا حتى بتعجبني كمان بيعجبني المصطلح طيب الله ثراء عندنا كمان يا سادة كرام برنامج قلوب عامرة وده للدكتورة نادي عمارة عندنا برنامج لا تعسره وكنا اتكلمنا فيه مع مولانا الدكتور عمر الورداني زميلي العزيز رمي محمد عامل برنامج متميز جدا وانا دايما يعني بقى لكل ما سبق اسدزة كبار ومشايخ عظام بس زميلنا بقى رمي فهو زميلنا بقى فانا تلاقيني متحيز بقى للبرنامج بتاع رمي حبتين فعشان كده عايز اتكلم عليه حب انا عجبتني الفكرة سفراء النبي شوف هنا بقى رمي زميلنا عمل ايه عمل فكرة لطيفة جدا متعلقة بالبعاثات الدبلوماسية اللي كان بيبعثها الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ونقى تلاتين سفير الرسول عليه الصلاة والسلام بعتهم لملوك وحكام الارض وهيحكي لكم الحدوتة من غير ما حرق لكم البرنامج بس كما جرت العادة رمي بيبزل مجهود كبير جدا في البحث وفي التقصي وبيبزل مجهود كمان في ايجاد الافكار الجديدة اللي بيتحفن بيها كل موسم رمضاني والتاني ونتمنى ان احنا دايما نشوف برامج من رمي على طول يعني لانه برامجه حلوة كده وزريفة وجميلة طيب تعالوا بقى نروح انه شاشة الاولى والحنين او النستالجيا الحنين من الماضي احنا السنة دي عندنا في القناة الاولى شوية حاجات حلوة فوزير عم فؤاد الاستاذ فؤاد المهندس اللي لما يقدم الفوزير موسم واثنين وثلاثة وما الى ذلك يقدم لك طول الوقت فوزير مختلفة جدا وتشوف ازاي استاذ فؤاد المهندس عم فؤاد هو بيقدم لك الفوزير للاجيال الصغيرة بالاسلوب الرائع بتاعه اللي هو دائما سهل ودائما لطيف ودائما قريب من النفس ولا يمكن ابدا انك انت تسيب فوزير عم فؤاد حتى لو كنت كبير انا اتذكر انه حتى الكبار لما احنا كنا اطفال كانوا يعودوا معانا ويتفرجوا على فوزير عم فؤاد اللي دايما كانت فزورة سهلة ممتعة دمها خفيف مفيدة وده شيء مهم جدا مش اي فزورة والسلام لازم كانت دايما الفزورة بتتقدم بطريقة وكان يبقالها قالب اماه وكان دايما يديلك من وراها معلومات كتير وتقعد تفكر حتى لما بتحل الفزورة صح كان لازم ترجع وتدور امتعة بكتير وعشان كده الاولى ما سابتناش ومقدمنا لنا فوزير عم وفؤاد كمان مجموعة كبيرة جدا من الفوزير اللي كلنا حبناها زمان في برنامج زمن الفوزير يعني منقيين كده ايه حتة وقطع وحلقات وما الى ذلك في برنامج زمن الفوزير اشتركوا في القناة